للوصول إلى هدف اغتيال لبنان لا بد من إزالة العقبات والحواجز المتمثلة بالدولة اللبنانية وحرمانها من القوة الأساسية الضامنة لبقائها والمتمثلة بالمقاومة الخطوة الأكثر خطورة لتركيع لبنان بدأت عبر الحصار الاقتصادي والمالي متوجا بتفجير مرفأ بيروت وإطلاق سلسلة خطات أمنية وسياسية وطائفية تكاملت تحت عنوان تحويل لبنان إلى بلد فاشل والحجة دائما هي المقاومة وهو ما عبر عنه الملك السعودي سلمان أخيرا بقوله حرفيا إنما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح موقف لا يفترق عن أدبيات قادة إسرائيل وواشنطن إلا بلغته العربية وهو بالتالي يطرح مقايدة سافرة بين خيارين إما البقاء والرخاء للبنان بإنهاء مقاومته وإما الاقتصاد ولا خبزة ولا أمن واستقرار من هذا الوضوح لأهداف الحلف الإسرائيلي الأمريكي السعودي تحديدا لا يعود تفجير المرفأ وما تلاه من تتابع وترابط للأحداث الأمنية بصغاطها الإرهابية أو الطائفية إلا وظيفة وحدة هي ضرب مقاومات لبنان وتفريغه من الداخل بما يؤدي إلى انهياره كمرفأ ومصارف ومؤسسات اقتصادية وصحية وثقافية وعالمية تمكينا للتحالف الجديد بين إسرائيل ودول خليجية من الإسلاء على هذا الدور أليس ما بدأ يظهر تباعا لجهة هجرة المؤسسات والشركات والعقول والكفاءات إلى حيث جنة النفط والتكنولوجيا النشئة بين إسرائيل ومعظم دول الخليج يعزز القناعة بأن صفقة جهنمية دخلت حيز التنفيذ على حساب لبنان اشتركوا في القناة